قرر وزير الصناعة والتجارة وتموين رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد دكتور طارق الحموري تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية لغاية الساعة الثانية عشرة منتصف الليل والسماح للمواطنين بالتجول حتى الساعة الواحدة ليلاً بدلاً من الساعة الثانية عشرة وأوضح الوزير أن القرار جاء بناءً على التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 وتوصية لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بعد أخذ التغذية الراجعة على مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا من قبل عدد من الأنشطة الاقتصادية